العذاب لا ينزل عليهم كما يريدونهم وقت ما يشاءونهم لا فالله يمهل ولا يهمل وكل شيء عنده بمقدار ولو أراد الله أن ينزل عليهم صائق لنزل وفي بعض الأقوام لا ينزل إلياس على سبيل المثال إلياس الذي ذكره قبل قليل في الآيات المباركة والسورة المباركة ما ذكر لنا شيئا عن عذاب قومه وما ذكر أنه عذب قومه وما ذكر أنه دمرهم كما قال عن لوط وعن غيره من الأنبياء إذن ليس كل من كفر يعذب وينزل عليه العذاب في الدنيا الله سبحانه جل شأن له تصريف وتدبير في شؤون عباده يصرفها كيف ما يشاء وكيف ما يريد لا كيف ما يريدون